انتصف النهار و28 دقيقة على موجات لدعاء الوطنية التونسية تحية مجدة لكل سادة المسامعين والمسامعات ونجدد تحية وترحيب بضيفنا الكريم سي محمد الربحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ليحظر معنا في فقرة الملف المشهد الآن الملف مجددا مرحبا بيك سي محمد نحن توقفنا عند مستويات الرقابة فيما يتعلق بالأكلة المقدمة للطلبة والتلاميذ والطلبة وسيادتك كنت ذكرت أن الرقابة تصير على أكثر من مستوى أنه تم القطع مع الأسليب القديمة اللي كانت تمشي في زيارات فوجئية مباشرة للأكلة الجاهزة وهو كذلك سي شهاب هو أحنا البرنامج وقت نخمه فيه ونحضره ونعده البرنامج هو ما ينجم يتعمل كان بالاعتماد على درجة الخطورة درجة المخاطر يعني مش ضروري باش تمشي أنت المحل أنت عندك فيه ثيقة وفيه معناها درجة عالية من اليقظة وفيه نظم الجودة والمراقبة الذاتية وانت عندك الاستوريك متاعك المادة الغذائية بكلها صالحة إلى غير ذلك هذلك تولي ما عندوش أولوية مقارنة بالمؤسسات اللي فيها إشكاليات وهكا علاش أحنا البرنامج هو مبني على المخاطر نرجع للمراقبة الأكلة هو ناسي شهاب هو راو فما الحقيقة على مستوى المحلات هذه على مستوى المطاعم الجامعية بسيطة عام الأكلة الجامعية سواء كان في علاقة بالمدار ديوان الخدمات المدرسية أو ديوان الخدمات الجامعية فيه ترتيبات فيه تنصيق إلى غير ذلك ونهيكو أنه على مستوى المطاعم الجامعية راه قبل العودة خلال العطلة راه تم تنظيم عدة ملتقيات مع الأخيان المسؤولين على الدووين سواء ديوان الوسط الجنوب الشمال إلى غير ذلك وكانت الحقيقة من بين الحضور الأغلبية من الناس المعنية بالوجبة إلى غير ذلك وتم تدارس كل ما من شأنه أنه يحسن من نوعية الأكلة من خلال النهوض بكل البنية التحتية الممارسات يجب أن تكون في مستوى عالي إلى غير ذلك هذا يقول الحقيقة تنقشنا فيه وما وجدنا كان يد مفتوحة الحقيقة والدوان الخدمات الجامعية فيه في الأصناف الكلة معناها الوسط والجنوب وشمال الحقيقة كانت فم التعاون وثيق ونعطيك مثلا على سبيل المثال هو معناها أنه خلال السنة الفارطة ما تمش تسجيل حتى تسام غذائي على مستوى المطاعم الجامعي ولكن صحيح في المدارس على مستوى المدارس الحقيقة فم بعض التساممات الغذائية والحمد لله ما كانتش خطيرة ولكن إن شاء الله سناء نعمل كل ما في وسعنا باش ما تصيرش هال التساممات الغذائية الجامعية على مستوى المدارس وأيضا احنا توسي شهاب وأنتي أثرت الموضوع للإشكال رو مشكن نخزر للأكلم تاعي أنا هذيك اللي باش نقدمها للتلميذ لا هو فما نبداهها حتى من وقت اللي نخمه في إعداد كراسات شروط كيفاش هكالناس اللي باش نتعاملوا معاها مثلا جزار يعني المزود لابد أنه يكون عنده الإمكانيات باش يوفر مادة أولية لانو احنا نحكيه على مادة أولية المادة الأولية زي ما هتكون صالحة لسهلاك زي ما هتكون في مستوى عالي من الجودة باش وقت اللي ينحضروا احنا هكالأكلة اللي في أغلبها تعتمد على عدة مواد أولية تكون الأكلة النهائية صالحة لأنه ما هوش ممكن باش تستعمل الحم فاسد والمادة أولية فاسدة وانتي عندك معناها من المقاومات متاع الجودة إلى غير ذلك سواء كان في علاقة بالممارسة في علاقة باحترام الممارسات الجيدة في علاقة بالنظوم الجودة الأوقت اللي تبدأ المادة الأولية ما هيش صالحة مهما تعمل لابد أنها تكون المادة النهائية غير صالحة هكالأش احنا نعطيوها قيمة كبيرة والهيئة رهي ما تفرقش لحقيقة ما بين مزود خاص وإلا مذزي خدمات عمومي وإلا خاص بالنسبة لنا القانون يتطبق على الجميع ولكن الهدف متاعنا مش باش نحصلوا العباد من خالفة الهدف متاعنا أنه أنتير فرلو معناها تكون المواد مش كان في المدارس وإلا في المؤسسات الجامعية وإلا نحبه أحنا أي مزد خدمات يلزم يحترم القانون لأنه القانون الجديد هذا يرى ويلزم هي صيفة إجبارية متاع إرساء نظم الجودة إرساء البرامج متاع المراقبة الذاتية وإرساء الممارسات الجيدة هذه كلها معناها هو راه مجبور باش يقوم بيها أحنا في الأول نعاذه ونكون شركاء لأنه إن شاء الله في مرحلة أولى أحنا اللي لحظناه هو كونه الأغلبية متاع موز الخدمات الحقيقة يحبوا ينهضوا بالجودة متاع المواد الغذائية يحبوا يحافظوا على الصمعة بالعكس يحبوا معناها يزيدوا يعطيوا أكثر قيمة للجانب المتعلق بالنوعية إلى غير ذلك وهذه مربوط بالمرتبط بالصمعة إلى غير ذلك أحنا البرنامج معناها موجود وهكا المحلات اللي قريبة للمؤسسات التربوية اللي فيها برشة إشكاليات لأنه يبدأ عطرية ولكن يبدل النشاط مش حتى يبدل النشاط يضيف للعمل المتاعه يضيف أعداد الكسكروتات إحلو ملح وهذه كان الحقيقة مشكلة ليش مشكلة إحنا رأوا إذا كانت تكون المقاومات وتكون البنية التحتية تسمح وعلى مستوى المباشرة على مستوى هكا الناس اللي تخدم غادي إذا كانت تكون فما ظروف محترمة إلى غير ذلك معناش إشكال ولكن المشكلة أنه وقت اليانا نبدأ أنا عطار نمس العظم ونمس ونمس التن ونمس الفريكاسي ونمس جبن وتجاج تولي مشكلة كبيرة هكا علاش بالنسبة لنا احنا رأوا يمنع منع بات أعداد الأكلات هذه السريعة في ظروف غير ملائمة خاصة على مستوى المدارس ومؤسسة التربية والجامعية دونك اللي هنا ماذا بينا احنا نعرف اللي الحصة متاعكم مسيشيا بمسموعة ومسموعة جدا يلزم الناس كل تكون على بينا وأنه رأوا لا تراخي في تطبيق القانون خاصة في علاقة ب هذي بيع المواد الغذائية اللي باش تمثلنا اختر على صاحة ولداتنا هذي ما فيش نقاش انا باش نرجع بك شوية سي محمد بعد اذنك للأكلة المقدمة للطلبة في المطاعم الجامعية وانتي حكيت قلت وأشرت وانه مهم جدا انه حكيه على مستوى الرقابة على اكثر من صعيد حكينا على الرقابة الماقبلية وحكينا على الرقابة اثناء اعداد الوجبة وزاد فما الرقابة البعدية يعني تعرفوا انه الفواضل متاع المأكلات اذا لم ترفع في ابانها وفي وقتها مش تعمل روائح كريهة في محيط المطعم الجامع وفي المؤسسة التربوية وتعمل العديد من الامراض في هذا الاطار حدثنا يعني مستوى الرقابة في هذا الباب يتم ولم يتمش يعني انا كنت شاهد عيان وكنت في المبيت وكنت في المطاعم الجامعية وفي بعض المطاعم لحقيقة كنت تدخل تشم ريحة في محيط بعض المطاعم الجامعية مش نحكي تاوي يعني وقت اللي كنت طالب حتى تلاحظ حتى بالعين المجردة انه العديد من الفواضل ما زلت موجود وهو كذلك هو انت وقت اللي بشتمشي في اطار عملية رقابية انتي مكش تقيم كان الأكلة فقط انتي تقيم المحيط بمعناها انتي المطعم طبيعي انتي وقت اللي المؤسسة هذية اللي تقدم أكلات وقت اللي تبدأ معناها مجاورة لها عدة نقاط سوداء معناها تمثل اختر سواء كان في علاقة بالحشرات بالروايح إلا غير ذلك طبيعي معناها هذية داخلة في الإطار فمتح احنا نعرف اللي رفع الفضلات هو من مشمولات المصالح البلدية ذا مما لا شك في خاطر مرات انتي تمشي المطعم جامعي أو أي مطعم أو أي محل مفتوح للعموم معناها نتقيم الوضعية لداخل وقت اللي تبدأ الوضعية لداخل مريحة وهكي الفضلات قريبة طبيعي جدا بشتأثر على مستوى التقييم لأنه داخل في في التركيبة وداخل في البروستيس الكامل متع تقييم الوضعية متع حفظ الصحة إلى غير ذلك ولكن احنا على مستوى المطاعم هذه الجامعية والمطاعم الجماعية بصفة عامة الأوكلات والفضلات هي رفعها في الأخر هي من مكون الأساسي متع العمالية الرقبية وبالتالي أنت حتى موقيت رأسي محمد حتى كذب مش تشاطرني حتى موقيت رفعها تدرس رأوا شوية ذوق مش معقول وأنه الطلبة يبدو يأكلوا في المطعم الجامعي وبجنبهم يتم رفع الفضلات ما بنى شهية وبنى نفس بشيء معقول جدا يعني حتى اختيار المواقيت يكون مدروسة وهو كذلك وهو كذلك متفق معاكم يا في المياه سي شهاب أنه وقت الله نتكلم نحن على سلامة الأغذية نتكلم على حاجة مجموعة مجموعة متع مؤشرات والمؤشرات هذه كلها يجب أن تصب في واد واحد هو احترام القانون احترام الشروط الأساسية لحفظ الصحة وهذه ضمان باش تكون هكي الأوكلة المقدمة تكون محترمة من حيث النوعية الجرثومية الفيزيو كيميائية ومن حيث أيضا الوضعية تكون مريحة في مستوى داخل المطاع أنا باش نختم بسؤال أخير في المحور الأول تعرفوا أنه احنا اليوم مش كان في توسل كبرى عن المؤسسات الجامعية والمؤسسات التربوية عنها في عموم الجمهورية التونسية ونعرف أنه الهيئة الوطنية السلامة الصحية للمنتجات الغدائية هي المخاطب الوحيد المخول له المراقبة سرعة الاستجاب نحكي على كامل تراب الجمهورية العديد من المؤسسات الجامعية الموجودة في مختلف مناطق الجمهورية كيفاش تم الاستجابة لما يكون فما إشكال وكيفاش تم عملية المراقبة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية هو باش نكون صريح معاك احنا ما هو فما المستوى المركزي وفما المستوى الجيهوي اللي هي إدارات الجيهوية اللي يتمثل الهي على مستوى الجيهات يعني احنا وقتاً لنخرجه برنامج البرنامج رأوا يتم تفعيله على مستوى كامل تراب الجمهورية بنفس الطريقة وفي نفس الوقت يلا غير ذلك ولكن إذا كان أثناء التنفيذ اتضحوا أنه فما إشكال ماء في علاقة مثلاً متسمم في علاقة بوجود مشكل ماء هذك يتم معالجته في الحين يتم معالجته في الحين كيفاش كيفاش هذيا أول حاجة ساعة إحنا إذا كان المعلومة وصلت للمراقبين تحضر 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 حتى البرنامج إذا كان هي عندها تأثير مباشر على صحة المستهلك بصيفة عامة حتى وإن كان هو ماشي في برنامج معين يتم تغيير البرنامج يتم تغيير البرنامج ومعالجة الوضعية حتى تصبح مستجيبة لما يجب أن تكون عليه لأنه إذا كان باش تخليها إحنا مرات رابيدي تدول لاري بوس عندها قيمة كبيرة أكيد تعمل فارق وهو كذلك لأنه إنتي مثلا ناخذ حالة وضعية متاع تسمم غذائي حدوث تسمم غذائي في منطقة ماء وما تسمم غذائي تجيك المعلومة وما تمشيش لتسمم غذائي الجماعي لأنه هذيك من من البديهيات أنه سرعة تتدخل هي داخلة في نجاعة الهيكل الرقابي كما العواج اللي عندنا نحن في الأخبار بالضبط بالضبط معناها وهو كذلك هذي مثال معناها لأنه إذا كما تدخلش أنت المادة اللي هي أو المنتج اللي هو تسبب في التسمم غذائي وتخليه مزال أنت اللحظة بحسابها مزال يتوزع ومزال يتباعي لغير ذلك طبيعي أنت بش تسجل أكثر حالات ولكن أول حاجة تعملها هو توقف النزيف كما طبيب يجي عنده مريض عنده نزيف ولا يوقف سعى النزيف ومبعد يشوف نحن نفس الشي نوقفه هكسلسلة للتوزيع ونقيمه العملية ونشوفه الأسباب والمسبات بش ناخذها كدرس للمستقبل وهذا هو دونك احنا بنسبة لنا إجابة عن سؤالك لكل حادث حديث كل وضعية عندها تدخل سريع كيف هاش يتواصل معكم اللي حب يتواصل مع الهيئة اللي حب يتواصل مع الهيئة وإحنا وضعنا رقم أخضر على ذمة المفاعل مفاعل وناخذ معناه وفيه تفاعل مع العموم الرقم الأخضر هو 80-106-977 نعودوه مثالش 80-106-977 هذي نتقبل المكالمات نتقبل كل المخالفات نتقبل كل التشكيات وطبيعي جدا نحن التشكيات الحقيقة باقي جينا وطلع جي سواء كان على مسؤول مركزي هذي تم معالجتها في الحين إذا هي موجودة في منطقة ما في الجمهورية ما في الجمهورية يتم توجيهها مباشرة ومتابعتها بمتابعة لصيقة باش تتم العملية وترجع إلى غير ذلك ويلحد الآن يعني كل التشكيات وكل المعلومات وملاحظات اللي جاتنا تمت معالجتها في الحين المحور الثاني استعدادا للمولد الدنبوي الشريف تعرفوا أنه حركية كبيرة تشهدها المحلات المعدة لبايع المرتبات وما إلى ذلك وين وصلنا على مستوى المراقبة خاصة فما شكون حتى يبيع عصيد تزقوجو جاهزة يعني في العديد من الفضائات صحيح هو سيشيهاب احنا البرنامج هذي متاع المراقبة متاع مات تزقوجو مش مت تزقوجو هي عصيد تزقوجو لان عصيدة هي مكونات معادش كانت تزقوجو هي حلويات هي ملونات هي زينة هي كل شي احنا المرحلة الاولى متاع البرنامج هو اللي بدأت هو عنده اسبوعين المرحلة الاولى هي تستهدف على مستوى المصدر يعني نشوفو هاك المصانع متاع التحويل نشوفو المساحات الكوبرا نشوفو المحلات متاع البيع بالجملة الى غير ذلك لانه وقت اللي انت تأمن سلامة المنتوج على مستوى المصدر عندك امكانية كبيرة باش تكون على مستوى التوزيع او على مستوى الاستهلاك الفردي تكون محترمة هكا علاش احنا بدينا في المرحلة هذي وصارت العملية وتمت ولكن توا احنا البرنامج تم توسيعو ليشمل كل المحلات اللي تتعاطى الزجوجو والحلويات وحتى محلات الفواكه الجافة دخلت في البرنامج الرقابي ناهيك وانه احنا توى الى حد الان تم من خلال اكثر من 150 فريق متنقل تم القيام بحوالي الف زيارة رسمية في الفترة هذي وحجز حوالي زوزة اثنان نقصة شوية من هالمكونات متعصية تسجوبو حجز فعلية وتحرير تسعة محاضر ضد المقالفين وكذلك فما حجز وقتي انتي وقت اللي تشك اللي المادة الغذائية سواء كان في علاقة بظروف الخزن وظروف التوزيع الى غير ذلك القانون اعطاك الامكانية باش تحجزها وقتيا تحجزها وقتيا يعني تكون بلوكي ما عندوش الحق يتصرف فيها وتعمل انتي وتعمل التحريات متاعك واغلب الحاجات اللي نقوموا بها هي التحليل نشوفو نوعية المادة الى غير ذلك باش مبعت تحكم عليها اذا كان غير مطابقة وقتها يتم مواصلة الحجز معناها الاخذ القرار الحجز الفعلي ومواصلة الابحاث وتحرير المحضر الى غير ذلك واذا كان مطابقة تسمح بيعادة تضخها في السوق الى غير ذلك يعني احنا توا حوالي ثلاثة اطنان من المكونات تمتعلك لمنهم طن من المادة تسجوجو محجوز وقتيا في انتظار يعني القيام بالتحاليل او صدور نتائج التحاليل بالاحرى ايام العيد يتم البيع العصيد تسجوجو وفما حتى بعض العائلات اللي تعتمدوا كمصدر رزق مش مش تحكيوا على الفضائات اللي تبيع المرطبات بطبيعتها هي مش تبيع عصيد تسجوجو جاهزة ولكن بعض العائلات اللي تعمل عصيد تسجوجو وتبيعها وتعرضها في بعض المحلات حتى في العطار مرات بعض العطار يبيعوا عائلات التواصل مع العطار يبيع عصيد تسجوجو للناس كيفاش يتم مراقبة هذا الامر والعصيدة جاهزة يعني مش حتى المواد المكونة والمولونات الذكرتها محمد اللي يتم مراقبتها بصفة قبلية لا والعصيدة جاهزة كما حكينا على الأكل الجميعية المستويات الرقابة المختلفة أيضا اليوم فما مستويات مختلفة على مستوى الرقابة وهو كذلك هو شوف سيشهاب انت سؤالك وجيه وذي يجرني باش نحكي على كما العشوائي الموازي الموازي لأنه ما هوش معقول معناته وانت عصيد تسجوكو وما لها من حساسية يعني سواء كان في إثار اختيار الماد الأولي في اختيار الإعداد في اختيار هكي المواد الزينة في اختيار هكي الملونات لغير ذلك وجي انتي وتعرضها مباشرة في عطرية اللي ما عنداش علاق وهي كم أشنور فرق بين هذي وبين باع متجول في برويت ما ثماش فرق وبالتالي من جهة احنا لهنا ندعو دعوة ولا يتحكي على البرويت انا اتذكرت توا البرويت اللي بيعوا ريسة اللوز على قريعة الطريق معرضة للشمس وللغبابر ما هو فهم مشكلة زادة مشكلة الانتصاب هذي مشكلة كبيرة مشكلة الانتصاب هذي ان شاء الله نوصلوا باش نحلوا هالمشكل معنا طريقة صحيحة لانه ما هوش ممكن باش نواصلوا الباعة المتجولين هذوم البراوت اللي تحضر في الكاسكروتات واللي تبيع في الحلو الى غير ذلك على قريعة طريق هذي من جهة من جهة تأثر على الصحة واحنا رأنا من نجموش هذه نراقبوها بصفة مباشرة وحدنة لانه فما جانب امني فما مشكلة وهكا علاش احنا ذي نعالجوها في اطار ليجان مشتركة ولكن من بين الحاجات اللي احنا ننادي بها وانه المستهلك هو الحقيقي يمتنع هو مهم جدا حتى من بكر يحكينا في الادوات المدرسية الموازية اللي المواطن يقبل على الادوات المدرسية في السوق الموازية على خاطر السعر لانه راو المواطر راو سادا موفم فما معادلة صعبة لا متفقين سي شهاب يلقى نفسه مضطر وانه يشري باقل سوم لانه ما يقدرش سجوجه سومه بكل حسان ما هو توا ايه سي شهاب ما توا احنا اتخلنا في بابا اخنا لا لا ما هو نقارنو حاجات تتقارن اي ما نيش نبرر راني اسم حمد لا لا نعرف لا لا نعرف 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 موقفك ونعرفك انت ولكن احنا الهنا ما نجموش نقارنو كراس الكسكروت الكراسة صحيح اذا كانت تكون ما هيش شي محترمة وما هيش مراقبة وما هيش مطابقة لما يجب أن تكون عليها صحيح تنجم تأثر ولكن بالنسبة للكسكروتة وبالنسبة لمادة غذائية يتم استهلاكها كيف ما هي وهي معروضة في ظروف لا ارك الله ومعدة في ظروف لا ارك الله طبيعي جدا باش تكون معناها اختار كبير على الصغيرات وعلى المستهلك بصيفة عام احنا في بعض الحالات وقت اللي نجي باش نقدم هالنصائح ونقدم هالدعوات للسادة المستمعين وسادة المستهلكين في قرارة نفسي نخمم اللي تخمم فيها حكاية الطاقة شرائية وهذه كأرخصي لغاية ولكن راهو حتى شيء ما يبرر لأنه الصحة هي راهي تاج فوق روسنا وراهو اكل الملاليم او الميئات او الدنانير اللي باش تربحها وقت اللي بتشريك المادة الرخيصة راهو الله لا يقدر اذا كانت صير تسمع او يصير ما تعوضش ونوصل ما ما تعوضش ولكن اكل الفلوس اللي باش تخسرها على الادواء لغير ذلك راهي اضعاف مضاعفة اكا علاش احنا يعني الوقاية واحنا تبركلم على من اللي احنا صغار نعرفوا الوقاية خار من العلاج ما فيها باس نعرفوا اللي ظروف صعيبة ولكن اللي باش نقدر على كيلو نقدر على كيلو من الباقة المتجول او السوق الموازية نمشي ناخذ متين معناها ارطل وقال لنصفر طل من مكان امن باش ومن نسببش في تسمم الولادي والعائلتي لغير ذلك يمكن يكون خير وهكا علاش احنا ديما ان شاء الله يجي وقت ونوليونا تكلموا نفس اللغة لانه احنا نحكيه سلامة صحية للاغذية راه مسئولية مشتركة والمسئولية المشتركة هي كل المكوناتها كالسلسلة المعنية سواء كموزي خدمات ادارة او مستهلك يجب كل واحد يلعب دوره هذا هو هذا هو هذا خير ما نختم به هذا اللقاء شكرا مرة اخرى سيمو حمد الربحي المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية على اناقة الحضور وعلى كل ما شفضلت به تحية ايضا زميننا شكر النفط اللي نسقلنا هذا اللقاء مشكور جدا احنا هكذا نوصله الى خاتمة هذا العدد من برنامج المشهد الان شكرا على طيب المتابعة والاهتمام ربي بقي الستر على تونس سيلا اللقاء